لكي بعد انت عايزة تدريسي طب بطاري انا بحب الحيوانات جدا فعملت جروب كده صغير للقطط بساعد الناس يعني ان هما لو في استشعروا في حاجة ممكن عندي خبرة شوية فيهم فممكن اساعدهم دخل بقى كمان الجروب كبر ودخل دكاترة كتير معايا في الجروب بيساعدوا المربين القطط لو ما فيش دكتور مثلا بالليل في حاجة حصرت في الامرجنسي يعني فبيساعدهم اسعفات اولية حد ما ينزلوا للدكتور بعدها قلت ليه ما درستش حاجة بحبها يعني ما انا بحب الحيوانات فما يعني ما اكلل ده ان انا ادرس كل حاجة عنهم يعني واقدر اساعد اكتر فجاتي الفكرة وروحت سألت في الجامعة المنصورة قالوا لي اوكي تمام وروحت قدمته ماما راحت معايا قدمت الوراء وبقيت دلوقتي في جامعة المنصورة طب بطاري حلوة هو طب بطاري لازم يكون مثلا في مجموع معين كنتي وغدايا في السنوية عاما ولا ملوش علاقة هو كان لازم مجموع في سنوية عامة طبعا بس انا عشان دخلت كلية علوم وخلصت كلية علوم مسموح خريجي كلية علوم ان هما يلطاعكوا بطب بطاري بعد ما بيخلصوا حلو ده كويس ده جاتلك اه جدا حلو قوي صدفة رد فعل بقيت اولادك كان ايه وزوج حضرتك لو موجود وكانوا مبسوطين جدا لو ما كانوش يعني متوكعين لان انا هوصل كده يعني يعني لما في الماجستير بقى الكل فرحان وهم اللي كانوا مقولولي كملي بقى يعني خلاص ما عادش على خطوة يعني كملي كملي احنا معنا صور لحضرتك ده ده ايه بقى احكي لنا كده ده كان تكريم ولا ده تخرج ولا لا ده تكريم هي يوم المنعشة اه منعشة الدكترا ودي ايمان صح اه ده ايمان ومجوزها ما شاء الله انا مش شايفة من بعيد بس تا ولا انا وست انا شايفة انه في بنته وراجل اه دي انا و ايمان وحمات ايمان طب اخبار حمات ايمان ايه مفصوطة وبتشجعها جدا كانت بتشجعي اه جدا وجوزها كمان بيشجعها حلوة طب لما بدأتي تدرسي وكده وصحابك واهلك والناس اللي كانوا شايفين في الاول اللي هو انت لسه تبداي مني انا اول ما بدأت كنت مخبية اه يعني انا عارفة اول سنة كنت مخبية كنت بروح من وراء يعني جوزي بس اللي كان عارفه ولادي اه فكنت مخبية كوني يوم الجمعة بتسرق كده لدرجة ان فيه واحد في الشارع ليه طيب امرتك بتروح فينك ليه طيب ليه كنت مخبية برضو من حتة عشان مش عايزة تسمعي كلام سلبي ايوة يعني بيحبيته برضو اه انت يعني انت فاضية انت موركيش حاجة اه انت بعد ما شابه ادوك كتاب اه هو الكلام طب هل حصل بقى انه حد من الناس اللي كان بتقول تعليقات سلبية دي بعد ما انت خطت الخطوة وانجحتي فيها ان هم كمان اقبلوا عليها ايوة فيه ناس كتير فيه ناس كتير كلموني وقالوا انت شجعتين ان احنا نكمل حلوة يعني ناس كمان معرفهمش لقيتهم بيكلموني على صفحات اللي كانت ناشرة عني اه وبيسألوني طب احنا نعمل ايوة قلوهم يا جماعة احلاموا وصدقوا حلمكم طب ازاي بتقدر يتنظمي وقتك بقى ما بين الدراسة والجماعة والاولاد ما شاء الله خمس اولاد وجوزك وبيتك والحياة اللي احنا بقينا دايخين فيها والله اللي بيحب حاجة بيقدر يخلق لها وقت يعني انا ما كانش الموضوع ده كان بالعكس بيشجعني على شغلي اكتر انا موظفة كمان كمان ما شاء الله موظفة في وزارة الزراعة اه ما شاء الله فانا كنت بروح شغري في موعيدي عمري يعني ما بغيبش ابدا غير للضرورة القصوى المحاضراتي ما كنتش بغيب محاضرة كل حاجة كنت بعملها بانتزام يعني الحاجة دي كانت محبباني في بقيتها للحاجة اللي عندي الحمد لله الحمد لله يوان كان احساسك ايه وماما كده كل شوية يعني ما شاء الله بتنجح كل سنة وبعد كده بتحضر ماجستير ودكتوراه يعني غير ان انت اكيد كنت مبسوطة وفخورة بيها بس من بواكي كنت شايفة انه اللي بتعمله ده حاجة صعبة ولا لا اه طبعا حاجة صعبة جدا انه هو تلاقي وقت الكل ده وانه هي تبقى عاوزة تحقق حلمها دي حاجة حلوة جدا وطبعا كلنا كنا مبسوطين بيها كنت بصدقة طيب هي اللي شجعتني ان انا ادخل كلية تانية يعني بعد ما كبرت بقى انا داخلها كلية انا 30 سنة فهي اللي شجعتني طبعا طب كنت ترجمة نانسي قنقر